اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ريماس حساب طاقة الإز حرف الراء حرف مائي مؤنث طاقته مئتان ثلاث درجات حرف الياع حرف ترابي مذكر طاقته عشرة عشر درجات حرف الميم حرف النار مؤنث طاقته أربعون اثنى عشرة درجة حرف الالف حرف النار مذكر طاقته واحد ثمان وعشرون درجة حرف السين حرف هوائي مؤنث طاقته ستون عشرون درجة ريماس اسم طاقته رقم خمسة طبعه مائي جنسه مؤنث البرج من خلال الاسم برج الجوزاء الكوكب المسيطر عطارد الحجر المناسب العقيق اللون المفضل الأصفر يوم السعد الاربعاء الصورة القرآنية الخاصة بالاسم هي صورة المطففين اسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم رقم خمسة يا سلام يا متكبر يا وهاب يا خافض يا مذل يا بصير يا حكم يا عدل يا متين يا محي يا واجد يا مالك الملك يا بديع يا باقي يا وارث صفاتك من خلال حروف اسمك وأرقامك أنت إنسانة محبة للتواصل وإقامة العلاقات الاجتماعية عاطفية وتهتمين بمشاكل الآخرين وتقدمين لهم المساعدات بقدر استطاعتك منظمة في عملك وطموحة وجدية وهادفة متواضعة خجولة وكتومة للأسرار عنيدة ومتمسكة بآراءك وتحبين فرضها على الآخرين فتاة حساسة وغامضة متقلبة المزاج وسريعة الغضب تطمحين لتحقيق طموحاتك مهما كلفك الأمر من عناء ومشقة تضحين كثيرا من أجل إسعاد الآخرين ورسم الابتسام على شفاههم وإدخال السعادة لحياتهم تصادفك مشاكل وعراقيل بالعمل والزواج وتعانين من بعض المشاكل العاطفية ذات مبادئ وأسس وقيم لكن الظروف أحيانا تكون أكبر من قدرتك على التحمل فتضطرك على بعض التنازلات تحملين همومك وهموم غيرك وتسمعين لشكوى غيرك ولا تشكين همومك لأحد لا تعترفين بأخطائك وفية وصادقة في مشاعرك مهما طال صبرك ثقي أن جهودك ستكلل بالنجاح وستحققين كل طموحاتك وأحلامك فما ضاع حق وراءه طالب فأنت تستحقين الأفضل واعلمي أن كثرة التفكير على الشيء بتركيز تؤدي إلى جذبه طاقة اسمك رقم خمسة متصل بكوكب عطارد كوكب التواصل برجك على الاسم هو برج الجوزاء وهو برج هوائي أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج السلطان أو برج الميزان أو برج الحوت من تأثيرات الرقم والبرج والكوكب على حياتك وشخصيتك أنك إنسانة حساسة اجتماعية متفائلة تحبين الفرح والمرح والمغامرات لديك براعة في التخطيط متعددة المواهب تحبين التنوع في الأعمال لكسر الروتين تعشقين الصفر والرحلات تتقنين فن الكلام وتتحملين المسئوليات الصعبة طيبة القلب كريمة سخية كتومة للأسرار تصابين بالعين سريعا معجبة بنفسك عنيدة صاحبة رأي ومشورة كثيرة الهموم تأملينا بالنجاح صادقة صبورة قليلة الحظ لك أعداء وحساد من النساء يناسبك من المعادن معدن الفضة تحملين العناصر الأربعة في اسمك عنصر الماء وعنصر الطراب وعنصر الهواء وعنصر النار وتتناسق هذه العناصر في كل مرحلة من مراحل حياتك لكن تختلف طاقة اسمك بالتناوب مع مراحل اسمك طارة تكون الظروف لصالحك وتخدمك وتنجزين خلالها أعمال قيمة طالما حلمتي بها وطارة تكون الظروف معاكسة لك وتتعرقل مسيرة أعمالك وتحسين ببعض اليأس والإحباط لكن سرعان ما تتغير الظروف لصالحك مرة ثانية وعموما فالأسماء تأخذ طاقتها من الحرف الأول وأصحاب حرف الراء يتعبون كثيرا وفي الأخير يصلون إلى مبتغاهم ويحققون ما يرغبون فيه تملكين حرف الرزق في اسمك وتكونين مرتاحة ماديا بإذن الله لكن حذاري من الإصراف فعواقبه وخيمة والمثل يقول ادخر قرشك الأبيض ليومك الأسود فلا أحد يعلم ما يخبئه له الزمن من تغيرات للأحداث لكننا نعلم علم اليقين أن ما ننطق به بأفواهنا نجذبه لحياتنا فالعقول تتغذى على الأفكار فلتكن أفكارك جيدة حتى تجني حصادا جيدة والله أعلم والله الموفق إليك النصائح التي يجب عليك العمل بها عليك بشحن طاقتك بأسماء الله الحسنة الخاصة باسمك يوميا فلذلك تأثير كبير على حياتك كما عليك بقراءة الصورة القرآنية الخاصة باسمك بعدد حروف اسمك لا تغفلي عن أذكار الصباح والمساء فهي درع واقع من كل الشرور وحافظي على الصلاة في وقتها عليك الاكثار من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد الأطهار والتقرب واللجوء إلى الله بكل أنواع الطاعات كالصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم وقراءة القرآن وأكثر من التسبيح والتهليل والتكبير وتسبيح الظهراء بعد كل فريدة وعند النوم فله أثر عجيب على حياة الإنسان كذلك لا تغفلي عن استعمالي بخور الحرمل وورق الغار فقد يكوناني سببا في إضافة تغيرات إيجابية لحياتك أسأل الله لكم التوفيق اللهم صلي على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر